اللهم يا صاحب اللطف الخفي بك أستعين وأستجير وأكتفي دايماً تخلي حالك مع ربنا سبحانه وتعالى عشان تعرف تكمل بنحب البلد؟ آه بنحبها بنزعل؟ بنزعل عشان كرة؟ آه علشان كرة عادي أنا بحب بلدي في جميع الأوضاع أيّاً كان الفرحة هتيجي منين المهم إن أنا بحب بلدي فالناس اللي زعلت مبارح والدايقت ليه حق عارف ليه حق ليه؟ علشان الناس محتاجة تفرح الناس محتاجة تفرح في أي حتة ناس عايزة تفرح عايزة تضحك أصلي بيقولك اضحك بيخلي الضغط بتاع الدم في الجسم يتزبط فاللي ضغطه عالي بيوطى لو دحك دحكتين ولا حاجة ما بيعلاش ما بيأفورش بس هنقول إيه؟ للأسف لما تيجي تبني عمارة وما تحط لهاش عمدان فما تزعلش لما يقع السقف على راسك عادي يقع أنت محطتش عمدان أصلا فالناس اللي كانت عايزة تفرح مبارح نقدر نقول لهم أن احنا ذكرنا ليلة الامتحان فاللي بيذكر ليلة الامتحان ده يا جماعة ممكن ينجح بتاعت ربنا بس هينجح إزاي بقى؟ مش هيجيب تقدير لأ هيجيب مقبول واخد بالك أو ممكن يعني يطلع بخمسين في المية بالعافية بالعافية أو يدلو درجات الرقفة وده اللي حصل معنا مبارح بنلعب بدون هدف وبدون خطة مدرب أجنبي أهلا وسهلا بحضرتك صرف عليه دولارات أهلا وسهلا فوق دماغنا عادي وإحنا اللي بندفع إحنا الشعب المصري اللي بيدفع الضريبة في كل حاجة مستنى الفرحة في حاجات بسيطة وما جاتش طيب فيه لعيبة قدت اللي عليها آه فيه لعيبة قدت اللي عليها اجتهدوا لكن المستوى الذي ظهر به المنتخب المصري مش مستوى يخليك تقول إن انت عندك فرقة قوية بالمناسبة على فكرة فرقة السنغال عشان نبقى فاهمين بس الأوضاع ماشي ازاي فرقة السنغال مش فرقة قوية زي ما انتم متخيلين فرقة متوسطة المستوى فيها لعيبة محترمة فيها لعيبة قوية ما فيش مشاكل لكن مش الفرقة اللي هي يعني آه اللي تفرمك لا انت لو كنت اجتهدت شوية ونظمت لعبك كانت الأمور اتغيرت عن كده ده من ناحية الفنية طب من ناحية الكفاءات أنا هوريلكوا صورة لعب كل مصر بتتكلم عليه وأنا واحد من الناس بتتكلم عليه اسمه أحمد عبدالقادر ياريت الناس ينزلوننا الصورة بتاعت أحمد عبدالقادر كده الاعداد المحترم اللي معنا ينزليننا صورة أحمد عبدالقادر كده شايفيني اللعب ده اللعب ده يا جماعة الأيام هتدور وإذا كنا من أهل الدنيا ولينا عيشة وعيش فيها الراجل ده هيكون على مفارقة في القرى المصرية تقول لي انت أهلاوي أقول لك مش موضوعك تقول لي انت زمالك زمالكاو برضه أقول لك القصة مش زمالك وأهل بدليل ان احنا مبارح كلنا بنشجع زيزو وقلنا لعيب جامد جدا وقلنا لعيب محترم موضوع مش أهل وزمالك واتحاد ومصري والكلام ده لا أنا عايز أقول لك إن اللعب ده لو كان لعب مبارح مع المنتخب المصري ما احترامل أي لعيب أقسم لكم بالله كانت النتيجة تغيرت أقسم بالله كانت النتيجة بتاعت المنتخب المصري في حتة تانية هتقول لي عرفه والله العظيم ما عرفك يا أحمد يا عبقادر ولا انت جاري ولا أي حاجة بس شفنا له كم مطش وراء بعضهم متزنين لعيب قوي لعيب حريف لعيب تقيل في الأرض ما قلنا ما احنا بنفهم كرة أصلي برضو لعيبنا لعيبنا كرة وفاهمين كرة برضو عشان محدش يضحك علينا طب ده ما نضمش ليه لمصلحة مين لعيب زي ده ما ينضمش للمنتخب المصري زعلته 100 مليون مبارح والله العظيم معظم الناس مش عشان منتخب انت زعلانا عشان بلدك افهم أصلي في ناس تقولك يا عم انت مأفور والموضوع مش مستاهل ودي كرة عادي يعني هزيمة ومكسب لا يا حبيبي مبارح الموضوع يختلف ده مش أهل وزمالك ومصري واتحاد واسماعيلي لا ده مصر احنا اي حاجة فيها مصر فيها كلمة مصر بتوجعنا اي حاجة فيها كلمة مصر بتضيقنا لازم نهتم بيها فلما يكون عندك لعيب زي ده ده مثل بسيط ده أنا بضرب لك مثل لعيب زي ده محترم لعيب تفرجوا على فيديوهاته تفرجوا على مدشاطه ده مايلعبش ليه مايلعبش ليه في منتخب مصر لمصلحة مين اذا المنظومة مش منضبطة اذا المنظومة فيها محسوبية ما يكون لي ما يكون فيها انا بحب فلان فجيبه يلعب اصل فلان دمه خفيف هاته يلعب اصل فلان قريب فلان هاته يلعب ده مصر يا جماعة هو انت لما لما تنيمني زعلان هدعيلك حتى لو انت قلت لعيب اللعيبة لا هدعيك اقولك منك لله عشان نيمتني زعلان ونيمت عيالي زعلانين ونيمت شباب كتير زعلانين مش عشان كورة عشان مصر احنا بطبيعتنا بنحب البلد فاي مجال هيتحط فيه كلمة مصر لازم نتأثر ودي مش افوارة على فكرة بالمناسبة يعني لا دي اسمها الوطنية اينما كنت انا لما بروح دولة غير دولتي في اي دولة رايح خارج البلاد بعتز بمصريتي بعتز ان انا مصري هتقول لي مش قوي كده هقولك لا قوي كده اللي يعرف قيمة كلمة الوطنية يخاف عليها من هوى الطاير بس للأسف مش قادر اقولي اللعيبة كانت مبارح على قدر المسئولية لكن اقدر اقولك ان ده مش المستوى اللي يودك كس العالم وبالمناسبة المدرب البرتغالي كيروش من الاول احنا معترضين على تفكيره وعلى طريقة تفكيره طب هو ليه ما يكونش فيه منتخب وطني ليه ما يكونش فيه مدرب وطني ليه يعني مش قادر افهم عشان خلافات شخصية خليك عارف ان دايما المنتخب الوطني بينجح ليه هقولك ليه لانه بيبقى عنده النزعة الوطنية اقوى من اي حاجة بيبقى عنده طموح شديد وقلبه على المكسب بالقوي اصلي دي بلده ناحية الفنية فيش مشكلة فيه نواحي فنية كثيرة تدرك لكن النهاردة لما يكون فيه محسوبية اعرف ان الدنيا هتخرط لما يكون فيه منظومة مش منضبطة وفاسدة ايا كان بقى في الكرة وغير الكرة ايا كان الامر كرة او غير كرة وحابي بسمع يعني اراء حضراتكم معايا واحنا بنتكلم على هذا الامر معايا مدخلة من محافظة سهاج ألو أستاذ أحمد أهلا وسهلا أهلا بك سهلا تفضل معاك كنت فنجم بس عايزة وضح مسألة بسيطة تفضل عالي صوتك بس كده تمام الصوت اه تفضل كنت عايزة وضح برضه مسألة بسيطة جدا تفضل بخصوص المنتخب تفضل المنتخب مش هو اللي تهزم احنا دلوقت المنتخب ده بمثل مصر ايوة فتمثيله لمصر لازم أن يكون فيه مراعاة لشعور المواطنين كلام جميل لازم يكون فيه مراعاة لشعور الأطفال اللي بنشوفها عاتش الميديا أنا شفت مبارح فيديوهات أنا والله دموع نزلت إزاي أشوف طفل يقول لي بابا يا بابا ده ده احنا نتهزمنا يا بابا يا بابا ده ده كذا وكذا وكذا يبقى إذن احنا فيه شعور هو ده اللي يتكلم عليه أسوز أحمد شعور الوطنية قصة مش كورة انت ده اسم مصر معايا ايوة فاندي معاك بقول لي حضرتك ده وراح يمثل مصر سواء كورة أو غير كورة المفروض يركز شوية ايوة والشباب اللي طالع ده والشباب اللي طالع ده الزي يفوت كورة بالشكل ده ازاي احنا لسه بنتكلم على الكفاءات تتفق معايا حضرتك ان الكفاءة لازم تتواجد وفيه لعبة أقوى من لعبة اللي موجودة في المنتخب على فكرة اه ومصطفى محمد اللي لعب صح الشناوي الجماعة اللي لعب صح بأمانة وصد صح الشناوي الشناوي كحنا كنا شايفينه متمرمت لوحده في الجون لا هي القصة مش قصة لعيب لعب لا القصة قصة انا بدفع عن اسم بلدي يا أستاذ أحمد اه فمش هدغدغ نفسي في الأرض عشان الميت مليون دول ما يزعلوش صحيح فيعني طبعاً انا بشكر حضرتك على اتصالك وعادينا بنتحدث في الأمر شكرينا أستاذ أحمد من سواج والسلامنا لأهل السعيد كلهم طبعاً يعني آآ أنضم الكلام الأستاذ أحمد في أن الشباب اللي طالع مبارح شوفنا فعلاً على السوشيال ميديا آآ الشباب وأطفال بتعيط طب الحمد لله أن الطفل الصغير اللي طالع يعيط ده الحمد لله أن عرف كلمة مصر فهم يعني إيه وطنية عرف ليه عرف أصله هو لما بيقف في طابور المدرس الصبح بيقوله تحيا جمهورية مصر العربية فبتأثر فيه فمأثرة فيه فلما شاف المتش وشافنا بنتغلب الوطنية عنده اتضيقت أصدوطاً مش قصة كورة يا جماعة برضو عشان أفهمكم الموضوع هي مش قصة كورة لأ قصة بلد لو المنظومة منتظمة عندي ناشق مهتم بيه مش ابن فلان وابن علان عايزين نيلغي الكلام ده بالذات في الأشياء التي يمثل فيها مصر ابن فلان فيجيبه يبقى هو يلعب مكا ابن فلان يلعب وابن علان مايلعبش ماينفعش كده المنظومة تبقى منظومة فازدة فأنا لما يقولوا مثلاً أصل فلان بيلعب عشان هو صاحب فلان ده كلام مغلوط ماينفعش كلام يزعل عموماً بلدنا لازم تبقى الاهتمام في كل نواحي ومجالات تنفي المصر يا جماعة لازم يبقى على أكفأ أكفأ الأمور أما اختار ليمثل مصر سيبك من الوساطة والمحسوبية وابن فلان وابن علان عشان تنجح لازم يبقى في كفاءة ودايماً الكفاءة مطلوبة حتى في الزواج حتى في زواج الزوج بزوجته الكفاءة ولا أنتوا نسيتوا الكفاءة خلاص يا جماعة أنا مزعلان لأن المنظومة مش حلوة لكن زعلان على بلدي كورة آه زعلان عشان الكورة زعلان عشان وطني كان نفس الشباب اللي طالع ده يفرح قالي بالك الناس كانت نفسها تفرح هتقول لي ليه؟ هقولك معنا اتصال أستاذ هاني ألو 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 طيب فقدنا الاتصال بالأستاذ هاني فأنت لازم يبقى عندك حتى مهمة جدا هي الناس كانت زعلانة ليه؟ مبدئيا أنا بقول كده مبدئيا يعني ده رأي الشخصي إن أي مكافآت حصل عليها اللعيبة والجهاز الفني تروح للناس المحتاجين والأرامل والمساكين واللي عندهم أمراض مزمنة وتتوزع على مشتشفات مصر كلها هذا أولى طالما مفرحناش محدش إيه يزعل مننا الفلوس دي اللي كانت طلعة مكافآت من مصر اللي بيدفع الشعب المصري من قوته ومفرحناش تروح لأهلها تروح للمحتاجين والمرضى والمساكين والأرامل أظن الكلام مفوش عيب الكلام كده مفوش عيب ما يزعلش أنت أنتو مفرحتوش مصر ما تستهلوش أي جنيه مفرحتوش المصريين ولا جنيه خش يجبكو معلش أصلي إحنا مش بنرمي فلوس في الأرض يعني خلي بالك الشعب المصري هو اللي بيدفع الفلوس دي اللي قيبها اللي بتاخد فلوس بالملايين دي بتاخدها من إيه من قوت الشعب المصري فما تتحكوش علينا اللي ما فرحوا ناش مش هنديهم مكافئات أظن الكلام واضح طيب هي الناس كتعازة تفرح ليه عارف الناس كتعازة تفرح ليه أصلي الناس نفسهم يفرحوا طبعا كلنا بنعيش أزمة تزايد الأسعار وبنعيش ألو معنا الأستاذ عمر من القاهرة ألو أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا حضرتك أنا عايز يعني عايزة يعني هو الإعلام بتاع بتاع بلدنا مش مفروض يسند معانا يعني المنتخب ده طب فهمني يعني إيه يسند معانا يعني اللي حصل معانا ده مبارح مفروض الإعلام هو اللي يتكلم بالدور ده طب ما احنا بنتكلم هو سهل يعني اللي حصل معانا ليزر وكل ده وما فيش حد يتكلم في الموضوع أيوة أيوة أنا معاك بس في نقطة إنت اللي وصلت نفسك لضربات الجزاء إنت ليه ما عملتش فين الأكفاء بص بص ما حصلتش عندنا يعني هم مفروض يعني يعني أنا هسألك سؤال يا سيد عمر سيد عمر اسمعني سيد عمر إنت سيبت الماتش وسبت البطولة وسبت كل ده ما انت لقى عندك هنا ولقبت هنا ما بيزر والحصل معانا ده أصلا ما حصلتش معانا ما بيحصلتش معانا ليه حصل معانا احنا كده إحنا عاديل بنولى وما حدش حاجة بين مفروض المباردية أكسم بالله تتعاد طيب هو طبعا هي على فكرة البعثة المصرية تقدمت بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي لعل وعسى لعل وعسى أستاذ عمر أتيت حاجة الله أعلم إحنا طبعا نفسنا ده بس ده طبعا بنسبة 80% صعب يعني أنا شاف اللي الإعلام كله ما بيتكلمش اللي في كروش ومش عارف لا اتكلموا اللي في المنتخب كله تساء طيب طيب أنا هسألك سؤال وانت معانا على الهواء شنعه غيره غيره واللي رجلين كانت تتعب رجله ده كان هيتشال خالص أستاذ عمر سامعني سامعني وحكم مش معانا والدول المفروض المباردية دعا دوكسون بالله أستاذ عمر سامعني حضرتك سامع حضرتك طيب أنا هسألك سؤال قبل ما اختب معاك سيبك من الليزر عشان ما نتحكش على نفسينا ده مستوى منتخب مصر يؤهلوا لكاس العالم فريق رجالة يلعب لا أنا أبقى راجل ومش مش لعب بخطة يبقى أنا مش لعيب مفيش خطة مفيش عالأرض حتى الناس اللي نازلة مش على قدر المسئولية سيبك من الرجولة في الملعب أنا بلعب النهاردة موقروش برضا أتضاف مصر معادو في البتكام بيتفرج عن مصرش مبارح أتضاف مصر كما أعيدو في البت مبارح يا طب طيب أنا 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 طبعا ما فيش خطة ورأيك واحترم ورأيك واحترم ورأيك يعني مش تنرمي كله على قروش برضا يعني برضاك حرام اللي احنا تعطينا فيه ده مبارح طيب هو عموما انت تتفق معي ان الموضوع حب مصر ولا لأ طبعا بس القصة مش كورة أنا منفعش ان أنا ولادي يبقى نايمين زعلانين وأنا نايم زعلان عشان مصر بس مش قصة كورة احنا كده كده من مقصر مش هيجي في جيوبنا طب ينفع طب النشط الوضني في السنغال يحصل معنا احنا كده من برح ما هو احنا بقى لازم نبقى فيه مذكرة أكيد يعني أنا أعتقد أن الأمر قد تم اعتباده رسمي كأعلام مفروض حد يتكلم بقى أنا من مبارح متشاهد حد في الأعلام بيتكلم في الموضوع ده والله بص أنا أنا معاك في هذا الأمر ولكن لازم ننظر للموضوع نظرة كلية وليست كزئية أنا معاك أن هناك أخطاء حدثت من جمهور السنغال أخطاء فادحة لكن لازم تبقى أنت برضو الفرقة اللي رايحة يا أستاذ عمر فرقة اللي رايحة تبقى فرقة مقاتلة من الدرجة الأولى وفيه لعيبة موجودين في مصر كان حقوم يروحوا المنتخب مرحوش اه والله اه أنا لسا كنت بتكلم عن أحمد أبقادر عموما أنا بشكر طبعا مداخلتك الكريمة معنا وكلامك رؤية محترمة وموزونة ووصلت ويا رب آه النهاردة يا جماعة إذا كنا نتحدث عن أمر المنتخب فالناس ما تقولش ده إعلام هايف لا ده إعلام هادف عارف ليه أنا نظر على كلمة الوطن أنا أنظر إلى كلمة مصر واللي شايف غير كده يقفل التلفزيون وما يتفرقش علينا إحنا بنتحدث عن شباب طالع نفسه يفرح شباب لازم نفهمه كلمة مصر عارف لما تسمع كلمة مصر كده بلادي بلادي لك يا حبي وفؤادي لو ما طلعتش من قلبك تبقى ما تستهلش تبقى على طرابها لازم تحب بلدك من كل أعماقك عارف لو حبتها بجد عمرك ما هتخزل وعمرك ما هتخسر بس حبها بجد خلي وكيلك ربنا وحب وطنك هتقول لي ده كلام هغايس هقولك إتا ما بتفهمش حاجة لأن أفضل خلق الله على الأرض سيدنا النبي كان وطنيا من الدرجة الأولى كان يعلم كلمة وطن وحب الوطن ويبكي من أجل الوطن ده دين على فكرة قبل ما يكون مشاعر وأحاسيس أحاسيس أحاسيسك وعقدتك هي حب البلد دي عموما كيروش ولا منه منفع العبة لازم تتغير المنظومة لازم تتغير لازم يبقى في كفاءات تطلع للنور لازم ننسى كلمة المحسوبية والمحسوبية وفلان ابن فلان وبن علان عشان تتغير الأمور في كل أمورنا مش في الكرة بس أنا أتحدث عن منظومة للبلد كلها مش في الكرة بس اللي بيحب البلد دي وبيخاف عليها نخليه في المقدمة طب بيحبها وبيخاف عليها بس مش كف نقول له معلش إركن شوية في أكفأ منك وبيحبها تفضل لكن غير كده يبقى احنا بنتحك علي نفسينا فاصل وارجع لحضراتكم سريعا اشتركوا في القناة طيب رجعت لحضراتكم سريعا يبقى الهجوم على الأخ كيروش ده ده أمر ما فوجه جدال يعني فكر مش ما ينفعش مع المنتخب المصري ولا ينفع معنا ولا ينفع مع دولتنا ولا ينفع مع منتخب وللأسف ضع شرف وصول المنتخب شرف وصول المنتخب لمنديال قطر كان نفسنا والمناسبة ده هيتعمل في دولة عربية فيعني كلينا احنا الأولى أن نكون في هذا في هذا الشرف لكن هنتفرج عليه من خلال الشاشات ولله الأمر من قبل ومن بعد وكله بسبب فساد المنظومة التي تدير هذا الأمر ولعيبة مش على قدر المسئولية مع كامل احترامي طبعا للليزر يعني لو شفنا برضو مشاهد عشان ما نظلمش برضو في بعض النقاط مهمة ياريت الشاشات تجيب لنا الاعداد يجيب لنا الصور آه الليزر اللعيبة كان وهي بتلعب البلينتات كان طب معنا اتصال ماشي ألو 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 السلام عليكم أهلا وسهلا السلام السلام عليكم وعليكم السلام تفضل زيتك بتكلم عن كروش والمنتخب دلوقتي كروش في زنبو ماشي أنا سمعك بقول لي سيادة كروش في زنبو الفنيات بتاعته اختياراته غير صحيحة ما أنت بص يا فندم هو أخذ المنتخب في وقت عد ايه آه ماشي طب ما تيجي نعاتب على اتحاد الكور هاتلم بس فيه مطش وقد يتعامل بنا مع أي بلد لو بلد ضعيفة حتى بنعرف نشوف الفنيات بتاع اللعيبة طيب هو واختيارات كروش دي انت شايف ان اختارت صحيحة ماشي يا فندم يعني مفيش حدي باختيار طب ما تتكلم الجهاز اللي معاه اللي بيساعده مش فيه جهاز اللي اتحاده بيساعد مع كروش زي ما احنا بنتحدث يا أستاذ نبيل أن المنظومة غير منضبطة ماشي يا فندم احنا بنتكلم في كده آه فيه محسوبية وفيه اختيارات غير صحيحة قبل ما نعاتل سيادة الكروش نعاتل باتحاد الكورة الأول ماشي ما هو اتحاد الكورة ما كانش هو اللي بيدير المنتخب يا أستاذ نبيل ما هو ما بيديرش المنتخب بس ما كانش بيوفر له أي يعني العيباء ما بيوفرهش انت شايف ان احنا المبارح كنا بنلعب بخطة خليني معاك بقى كورة الكورة انت شايف المبارح كان فيه خطة الشوط الثاني يا فندم بصوا الشوط الثاني احنا عملنا ايه عملنا ايه عايز اعرف جبنا جوان كان احنا من الشوط الأولان جبنا جوان جبنا جوان يا فندم جبنا جوان يعني في منتخب السنغال عنا سياتك بتلعب منتخب ايه منتخب منتخب العالم يا راجل يا طيب انت السنغال بص منتخب السنغال المستوى بتاع منتخب السنغال ده يعني شايفوا انه هو جامد او يعني لا اهو مش جامد بس ما عوناش حاجة بس كلهم دو خلاش يبقى ايه يبقى السنغال لمنكزبت واللي بيلعب في تشيلتي واللي بيلعم معاه بس انه نوعد على ديكة الاحتياط في الارتنان بص يعني نتفق او نختلف يا استاذ نبيل يعني توجد نظرك ما قدرش انكرها عليك لان انا في اعلام هادف وواضح ده رأيك ما قدرش اجدلك فيه ما يا سيدتي جفندي احنا مش عايزين نيسة على كروش واتمنى انه يكامل والله العظيم بس احنا نساعده والتحاد القرى يساعده يا راجل يا طيب يا راجل يا طيب ده هو السبب في خروج منتخب كولومبيا من كاس العالم انا مش فاهم يعني احنا جايبين انا اسف ساميحني انا من وجد نظري انه عمل يعني مثلا طب يعني انت عدبك الميت مليون اللي زعلوا بقول لك ايه بقول لك يا استاذ نبيل انت بتحب كروش وعايزه يكمل طب والميت مليون اللي زعلوا دول الميت مليون اللي زعلوا اه عادي طب واللعيب هي دي درب الجزاء من محمد صلاح ولا زيزه طيب محنا بنتكلم انه فيه طيب ماشي طيب محنا بنتكلم انه فيه اخطاء واخطاء فادحة هو مش محمد صلاح احسن لعب في العالم يعني اه من ضمن احسن لعب في العالم طيب مع السادتك خلينا ميتفين مع بعض كروشي اسمه ده كروشي عملي دلوقت ما هو لعبه وخلاه دلوقت يلعب معه في ضرب الجزاء مس انت سيبك من ضربات الجزاء بص 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 ضربات الجزاء ليست هي اسمها ضربات الحظ الترجحية حظ تحطها الجون تيجي في ايده تيجي في رجل تيجي في العرضة الله يعلم لكن انا بتكلم على خطة دي خطة كانت محسوبة نلعب بيها عموما انا بشكرك طبعا يعني شكرا جزيلا على مدخلتك ورأيك له كل اللي احترام لا انكره ولا اعيبه طيب حابب يعني قبل ما سيب موضوع المنتخب عايز اقول لكم انضباط المنظومة ايا كانت كروية علمية هندسية فنية ايا كانت المنظومة التي نتحدث عنها اللي بنتكلم عليها احنا بنتكلم على الكفاءة الكفاءة اذا ادارت الامور كنا في حتة تامية هو احنا ليه بنتكلم على محمد صلاح كل شوية محمد صلاح محمد صلاح ليه عشان كوف لعيب مجتهد وصل لكن النهاردة انت تلقى تربع اللعيبة بتوعك ما فيش لياق النفس ضايع قوتهم مش عالية قدام المنتخبات الافريقية زي زمان ما بقناش يعني اللعيبة اللي تخوف وترعب للأسف الشديد الخطة مكادش منضبطة دوية نظر انا يتطفق معي من يتطفق ويختلف معي من يختلف ما فيش مشكلة عندي لكن ارجع واقول لحضراتكم انضباط اي منظومة بالكفاءة حط الكفاءة على رأس القيمة تنجح لكن هتجيب لي ابن فلان وابن علان وده صاحب فلان وده قريب فلان وده جر فلان خربت يبقى ما فيش حد هيفرح في البلد دي خلاص ده كلامي تتفقوا معي ماشي ما تتفوش براحكه هذا هو ما اتحدث عنه الكفاءة في اي منظومة تنجح عموما انتقل بحضراتكم لحكم محكمة الجنح الاقتصادية النهاردة برئاسة المستشار محمود عبدين كان فيه جماعة تنمروا على طفل من ذوي الاعاقة وذوي الهمم وتنمروا عليه وخبال حضرتك لان دي برضو من ضمن الحاجات يعني من ضمن الحاجات اللي احنا هو ده الشعب المصري مش عايز ما عندوش ثقافة احترام احترام مش كله طبعا مش كل الشعب المصري عشان يبقى الكلام واضح لا بعض من الشعب المصري يقترف هذه الجريمة وخلي بالكم الجرائم دي لما بتصور فتنتشر لكن فيه جرائم تانية محد الصور هو لا يعرف عنها حاجة فلولا ان هذا قد تم تصويره فوصل للاعلام وتم انتشاره في المواقع وظهر للمحكمة فحكمت على المتنمرين بسنة خدوا سنة ايه حيثيات الحكم بقى اللي انا حابب اقرأها لحضراتكم يعني وفيها كلام جميل ومنمك كده طبعا احترمنا للقضاء المصري العظيم ان ما ارتكبه المتهمان يعد تعديا وتهديدا للمجن عليه ولم يحترم كرامته الله كرامة شوف المحكمة لما يعني ينضبط الحكم ويطلع بلغة جميلة ولم يحترم كرامته ما احترموش كرامة من تنمروا عليه ولم يحترموا كرامته الشخصية مستغلين ضعفه اصلا احنا فينا الداء ده لما بنلاقي حض ضعيف بنحط عليه بندوس عليه بنزعله فخليك قوي خليك شديد خليك قوي واظهر قوتك بأدب وانضبط كل الناس تخاف منك لكن هتظهر ضعفك للأسف هتلاقي اللي يضربك على أفاك اظهر بقوتك واحترامك حتى يجلك الآخرين اوعى تظهر بمظهر الضعف المؤمن القوي خير وأحبه إلى الله من المؤمن الضعيف مستغلين ضعفه وحلته ساخرين منه سخروا منهم سخروا منه لأنه صاحب اعاقة طب هو صاحب اعاقة هل هو سبب في اعاقته ده قدر ربنا ربنا جعله معاق في أمر ما لكن تعرف قيمته ايه عند ربنا تعرف هو عند ربنا قيمته ايه تعرفش خد زنوب وديك تحبس وديك تحكم عليك بالحبس وديك هتتربى في الحبس خلاص مستهزئين بكرامته الانسانية ضاربين عرض الحائط بالقيم الانسانية الله الحكم الجميل ده النبيلة للمجتمع المصري وحقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وتعمد هما التعدي على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري مما خالف الثوابت والقيم المصرية تعظيم سلام للأحكام الجميلة ده تعظيم سلام للأحكام التي تحافظ على القيم الإنسانية للمجتمع المصري خدوا سنة وتحبسوا سنة وده شيء جميل طيب ده يوصلنا لإيه يوصلنا إن إحنا منضبط لسه بكلمك على المنظومة المنضبطة لسه بكلمك على القواعد الثبتة إيه قواعد الثبتة نحترم بعض نقدر بعض إذا نزلت القيم الإنسانية في حياتنا والكبير طبطب على الصغير والصغير احترم الكبير أن نبقى في مجتمع ناجح طيب لما ييجي لما ييجي نقول هذا عالم نجله ونحترمه يبقى نجله ونحترمه طيب هذا فقيه فقيه يبقى نجله ونحترمه وصل لمرتبة من العلم لم يصل إليها أحد أنزلوا الناس منازلهم أنزلوا الناس منازلهم عشان المجتمع ينضبط لكن غير كده هنتنمر وفلان أصير وفلان طويل وهبل وفلان أصل أنا آسف يعني سمحوني عنده شيء في عينه أو فلان عنده حاجة إعاقة أو تنمر على فلان طبعا ده هيخلي المجتمع بتاعنا يقع لكن لما يكون عندنا احترام للقيم والإنسانية واحترام بأخلاق حميدة المجتمع بتاعنا ده هيبقى في حتة تانية هننتظر نجاحات لكن طول ما احنا بنعض في بعض للأسف يا رب يا صاحب اللطف الخفي بك أستعين وأستجير وأكتفي يا رب تبقى المنظومة جميلة يا رب أشوفك يا وطني الحبيب واشوف شبابك بكل احترام وتقدير في أعلى الأماكن يا رب أشوفكم على خير وكل عام وحضراتكم بخير بمناسبة الشهر الفضيل الكريم يا رب ينعم على كل الأسر المصرية الكبير منها والصغير الغني منها والفقير المريض منها والصحيح يا رب الأسر كلها فرحانة وكل عام وحضراتكم بخير بمناسبة شهر رمضان أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته